اشتركوا في القناة ساعة قراءتي لبيان المرجعية الدينية العليا الخاص بالأوضاع الصحية التي يمر بها الناس في بلدنا كنت قد حدثت نفسي في أن المرجعية الدينية الشريفة إذا قالت أن هناك وباء وأن هناك اتساع لهذا الوباء وأأتي أنا في نهاية المضاف وأقول لا لا يوجد وباء بمعنى أنا أجعل نفسي في مقابل هذا الصوت الشريف عندها أنه ما الذي يدفعني لمثل هذا القول أو ما الذي يترتب علي عندما أقول بمثل هذا القول هذا الحديث الثاني سيكون منطلقا من الرواية الواردة عن أهل بيت العصمة عليه السلام عنهم عليه السلام قالوا من ظهرت صحته على سقمه فعالج نفسه بشيء فمات فقد أعانى على نفسه وأنا إلى الله منه بريء المنطلق سيكون من هذه العبارة عبارة الإعانة على النفس أن الإنسان كيف يمكن أن يعين على نفس الإنسان الذي يقول لا يوجد هناك محذور ويقف في قبال قول المرجعية الشريفة التي تطالب الناس في هذا اليوم بالالتزام الصارم بمقررات أو مقررات عفوا خلية العزمة التي تدعو الناس إلى جملة من الشروط الصحية التي لا بد من اتباعها وأنا أأتي وأخالف هذه الالتزامات وهذه الشروط فأكون عرضة لأن أصاب بمثل هذا الوباء بمثل هذا المرض والأمر الآخر أني أكون ناقل العدوى للآخرين فما هو الأثر المترتب علي أنا بشكل شخصي إن أنا أصبت يوم خالفت هذه الالتزامات وما هو الأثر الشرعي أو أثر الفقهي المترتب علي إذا أنا تسببت بنقل مثل هذه العدوى لو أنا أصبت والعياد بالله فإذا أصبت لأني غير ملتزم بمثل هذه الضوابط أني لا أطبق الشروط الصحية فكأني فتحت الباب على نفسي كأني أكون قد أعنت على نفسي ومن يعين على نفسه النبي صلى الله عليه وآله الذي ورد عنه هذا الحديث الشريف يقول أنا إلى الله منه بريء أستجير بالله أنا أكون ممن يبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله في باب الجهاد الذي كان تجاه عصابات التكفير كذلك صدرت فتوى مباركة من المرجعية أنه على جميع المقاتلين الذين يعني يصدون هذا الاعتداء أن يتحصنوا بكل ما يمكن أن يرتدي مثلا الخوذة أن يرتدي إذا كان عنده مثلا شيء يقيه من الأسلحة المتعارفة عموما من كانت عنده مثل هذه المعدات التي تحصنه وتقيه وستغنى عنها أو لم يلتزم بها وتعرض إلى أي إصابة فكأنه أعانى على نفسه والعياذ بالله في مقامنا هذا الآن كذلك كما أن الأطباء الذين يواجهون هذه الحالات التي أمامهم عليهم أن يلتزموا بأقصى درجات الحيطة وأن يتحصنوا تمام التحصين كذلك على الناس أن تلتزم كذلك على نفسي أنا أن ألتزم في مواجهة مثل هذا الوباء عدم التزامي ومن ثم إصابتي بهذه القضية هذا باب من أبواب الإعانة على النفس وهذا الباب العياذ بالله أنه يفتح باب للبراءة أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته يبرعون من مثل هذا الشخص الذي يعرض نفسه لمثل هذه الموارد الأمر الآخر أنه لو تسبب بنقل هذه العدوى لآخرين وهؤلاء الناس تضرروا بسبب هذه العدوى التي نقلها لهم هذا الشخص مثلا أو العياذ بالله أنهم توفوا بسبب هذه القضية فبالنهاية هو يكون ضامن أن توفوا لدياتهم ومع عدم وفاتهم ضامن لهذه الأضرار التي لحقت بهم الإعانة على النفس لها باب آخر نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر